سيد عصام وانت بتعرج على موضوع بطاقة التموين في الاحتراف كان الكابتن ضياء السيد وانحنا بنتكلم بنتكلم على اوضاع اتحاده الكورة من ضمنها يعني هو ضياء شارلي بس قالت انت عندك منتخب واحد الدورة تاخد للربطة انت مفترض متفرغ للمنتخبات ولجنة الحكام لجنة الحكام مش افضل حال لا لجنة الحكام الحقيقة كل يوم حالة يعني كارثية الحقيقة وبنقول لهم ده انتظارا لرد حتى نقوله للرأي العام الحقيقة انا ده يعني مش اعرف ليه الراجل البرتغال بيريرا يعني بيفكرني بحاجة كده كان زمان الساز العظيم سيد بدير رحمة الله ليه دور كده فيلم سمار اعتقد اللي هو الراجل الهلي اللي في الاخر يطلع الزابط هل هو بيلم الخيوط ولا اتخبل من اللي شايفه ولا ايه لانه الراجل ده سيرته الذاتية انه اقام يعني ها اللجنة في بلاده وفي اليوفة يعني مش عارف ازاي الراجل مش قادر يمكن ظهر له ملمح لما قال الحكامة تبقى كل درجة الوحدة عشان يقدر يتحكم في اللي في تالتة يروح تانية واللي في تانية يروح قولة يبدأ يفنطهم المرة الوحيدة اللي جمع الناس كلها حصلت خناء بتاعت محمود دسوئي وغيره لكن كابتو فيه وكابتن محمد فاروق والكلام دايما لازم تقوله ان احنا لا نعتدي ولا نقوى حتى على ده على اشخاصهم الطبيعية نحن نتكلم على شخصة الحكم لما يبقى بينك وبين تونس معاهدة او بروتوكول على انه يخضو حكام ومقبلين جدا فتيجي تفنش ده لانك بتستدعي اول حاجة امين عمر عشان يحكم ماتش بالغ الاهمية فيطلع بالقاس ورايا ويرفض امين عمر واقل فرحان هناك حاكم ماتش جامد وحبه يستبقوا لمباراة اعتقد الترجي والقلوم بالباجي او النجم لا ده كان محمد معروف اه الترجي والقلوم بالباجي فيتم استدعائه يوم الثلاث ينزل الراجل من التيارة يلاقي على الواتساب بتاعه انه عنده ماتش الزمالك في اليوم الاربع لا فيوتشار وسيراميكا فيرد انه اولا راجع من السفرية من نظر الاهمية البالغة والاهم من ده قال لهم يا جماعنا بالنسبة النادي فيوتشار انا حكمت عشرة صفارة منهم خمسة لفيوتشار وحكمت فار اربعة فما تزودوا هاش معا فانا ليه بتحطوني في الموقف الموضوع محرج خاصة ان انا بلاحظ ان زميلي بيتكلموا عن التأسيمة فيوتشار او غيره وانا معاه شوية ارقام يعني للحكام يعني جايبهم معي وبالتالي اتقال له لا هو كده طب انا مرهق لا اتصرف نام ما تنامشي اصحى ما تصحاش راح يحكم المباراة تعرف كمان ان الناس زهلوا جدا ان لغة الخطاب عن فلوس لمحمد معروف والطاقم اللي كان قبل وجوده فيه طبعا هناك الناس ما بتصرفش غير علشان خروجك من المطار مؤمن بلاد لها نظم يعني خاصة في ظل الاقتصاد العالمي والعملات الصعبة ومشاكل الاقتصادات والزنق اللي بقى الشرق الاوسط بالزات نتحمل كل الويلات دي فيقولوله من وزارة المالية اجازة اللي فيها الادارة دي فلنستبقي احد علشان نعمله الورق ده واكيد طبعا ده يبقى يعني في ديافتهم الى ان تنتعي عشان يبعطوا الفلوس بدلا كمان من انتظار التحولات مشكورية فيتقال لهم لا عارف اكنك في تجارة حاجات بتاعت افلام او مسلسلات زمان دي للماني فاتورة لا لو ما بعتلش الفلوس مش هنبعط حكام تاني فالنهاردة نصدر قرار من الاتحاد التونسي عبر لجنة حكامه نتمن تعرف لغاتهم استئزان الاتحاد السعودي ولجنته على استقدام حكام ووقف التعامل مع التحكيم المصري ليه ليه وانت حكامك بتشاف ليه بنوصل لكده وبتوصل لكده مدخول من ناحية حكامك بتشاف من ناحية تانية اكساب خبرات وعلاقات طيبة بالظبط بعد مباراة بقى لها 48 ساعة اعتقد قبل يعني الجغرافية ان اليوم خلص على الساعة يقول لك بريرا سأل على محمد معروف مع عمر الشناو اعتقد اللي راح وكسر عالم طب يا عمي طب كنت قوله سيلعبوا اليوم والقنوات النقلة وسنتابعهم بشغف لكن لما زاد السؤال الاعلامي وما فيش حد الحكام دول ما لهمش حد يسأل عليهم فيتم السؤال او الاجابة او التصريع من اللجنة بعد 48 ساعة من المباراة ليه كده ليه كده يعني انا الاوان ان احنا يبقى عندنا نواية للتجديد انا الاوان ان احنا نعرف انه الحكم الاجنبي مدعاء لإصلاح التحكيم في مصر وانه رئيس لجنة اجنبي سيبك من الكلام الصغير بتاع الراجل جاي اخد فلوسنا لا الموضوع مش كده الموضوع الراجل جاي يقدم شيء طب لما يتخد لما تحصل خناء وحكم يبكي من شدة الظلم فلما الناس تقوم بالزعي الراجل بيقولك عمل كده بريمت هيقلوا ان بشدة الكرزي دي لك هيبقى فيه ضرب كمان فيقول للناس يا جماعة الراجل قالوا انت الترجمة واصلة مش مظبوط فيقول لهم خلاص اللي عنده حاجة مش عايز يقولها هنا يجيلي على القوتيل اللي انا نازل فيه واكم من ده ونكلم السيد جمال علام هذه تصرفات فردية المرادة من كابتن توفي وهو موجود الراجل يرد علينا او على شخص المتواضع يعني وقبلها كابتن احمد ابو العيلة برضو بتصرف فردي اخر برضو ترجم للرجل حاجة غير اللي بيتقال فخلاه قال للرجل الحكم ده انت لازم تصحح لموقفك طب وانا عارف موقف ايه لولا ان احدهم يفهم في الانجليزية غير بقى اللي بيكتبه بالعربي وانت عارف وانا عارف اي نيد تاكسي ويريز ميروم بالعربي طب يا عم ما تعلموه من انجليزي مش عيب والله بداية التطوير بداية التطوير طب هاته حكم اجنبي وطاقم اجنبي بس من الخمسة الكبار ودعي تاني يوم اهوة لازال حكم عامل ما قلتلكش هاته يعمل محاضرة هاته يا اخي في يوم زيادة وخليه تفرج على الماتش مع الحكام المصريين يشوفوه جاي الصبح ما عندوش بقى ماتش جاي ازاي وده عيد